ميل جدا من الولاد هذوما اللي يحبوا يلتفتوا للمقاومة شكرا تعمل يا خدمو زيد بوش هبيل هذي سيب الدنيا وماشي لل... هو اللي يعطوني دفع للحياة انا دورة العالم مانيش في حاجة عامل واحدة ستين دولة عرضت في جون كينيدي سانتر عرضنا في واشنطن عرضنا في الوديون دولاراب عرضت في توكيو في فنلندا خذيت فورماسيون تاقي فنلندا لكن توا انتي تواجه سمعك تقول شنو النجم ندعم لنا يعني انتي ما ننجمش هذي يش كون ينظمها فما دعم فما دعم خالد معناها لله من المؤسف جدا ان يكون وزيرة الثقافة ليس لها مشروع ثقافي بمعنى الفنون الحية هي لا تفقه الفنون الحية اظن ذلك لانها هي بعيدة عن الفنون الحية هي من التراث علي ان تأخذها معوى لو تنبوش في الاثار عليها تجد من الاثار ما يفيد البلاد اما الفنون الحية عندها ناسا هذه الوزيرة لا من خلال شخصي انا رسلتها الوزيرة 19 جويلة قتلها ماشي لسوريا جوان مش نهارا 10 جويلة جوا مني المكلفة بالعلاقات الخارجية تقول لي تعاود المطلب بتاع قل انا مسافر اليوم را را وعندنا لقاءات الفائد تونس را مش قابل دوريد الحام را مش عندي لقاءات مع فنانين حتى ندعمه يام كارتاج مسرحي ومش نلقي محاضرة في سوريا اللي كانت تعرف ان صورتنا مشوها في سوريا من خلال الدواعش اللي خارجوا فهمني كنت مستدفى مهرجين اليسار اظنوا انه قراؤوه مهرجين اليسار عليش كلمتي مكلفة العلاقات الخارجية قالت لي ارجوك ما نحكيوش في السياسة عليش جوابني تقول بكشي سهو اداري يعني تحمل وزارة كاملة خالد انا تعامل مع ادارة مش مع شخص اذا كان انا لا اقبل من يسوسني من هو اجهل مني في مجالي انتي يعتذر حتى التاريخ حتى التاريخ والبحث في التراث هذا جزء من الفعالي الثقافي لهم اهم جدا احنا مع التراث اي طبعا احنا مع التراث لكن معا مشروع ثقافي كامل معا مشروع ثقافي مثل ماشي مشروع ثقافي هذه هي وزيرة جيت للتقشف اوكي انا ماشي معك بالتقشف نعرف البلادي في مرحلة تقشف ونحنا وطنيين وما يشكش هذا في هذا كان مجيتش وطني ما يخليش البره عندي البره النجم نعمل عقد مدى الحياته هذه امي تونس من نجمش بدل امي بام اخرى نحنا عندنا مشروع ثقافي وتعرف اللي المسرح هو المسرح ولا السينما نحب زادة نحية السينمايين اللي خدموا على الجهات عبدالله الشيم اخي كان ثم اكنات